بمناسبة إصابة محمد الشناوي محمد الشناوي تلقى اتصال مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأيضا الكابتن خايف بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عشان يتطمنه عليه وكان فيه بين النادي الأهلي والمنتخب تنصيق كامل حول سفر اللاعب إلى ألمانيا وتركه لي المعسكر الشناوي هو الآخر قعد مع لعبي منتخب مصر وقال له منتو رجالة وعملتوا شغلة عظيم الفترة اللي فاتت وقال لهم أنا بعتزل لو انتو شفتوا مني أي خطأ في أي مباراة من المباراة اللي فاتت بس أنا واثق فيكم واثق إنكم هتقدروا تكسبوا البطولة طيب بمناسبة الشناوي الشناوي هيسافر إلى ألمانيا لو احتاج لتدخل جراحي ربما يغيب من ثلاثة إلى أربعة أشهر متوسط لو لقدر الله عمل عملية جراحية اللي أقول لك ده خبر ومعلومة مهمة جدا يعني أنا بقى بكلم مشجع النادي الأهلي هنرجع تاني للمنتخب صحيح مشجع النادي الأهلي هو دلوقتي المشكلة عنده بقت أكبر يعني عنده مشكلة إنه الشناوي شيكامل مع منتخب مصر الكام يوم اللي فضلين في البطولة وعنده مشكلة أكبر إنه هيقعد ثلاثة أربعة شهور من غير الشناوي مع النادي الأهلي وفيه منافسات كثيرة ومهمة طب الوضع إيه هل الأهلي هيجيب حارس مرمى قبل ما يناير يخلص احنا منتكلم فضل حوالي أسبوع على شهر يناير ويخلص فضل الانتقالات توقف إلا بقى لو اتحدوا الكرة مادة زي ما احنا سمعين بس الحال الوقت فضل الانتقالات هتنتهي في 31 يناير الأهلي المعلومة هي الأهلي محمد الشناوي هيسافر ألمانيا الدكتور هيقول له انت هتعمل عملية ده لو حصل يعني هتغيب من ثلاثة لأربع شهور النادي الأهلي تاني يوم تاني يوم هيكون مخلص فعلي لطفي توقف يعني لطفي زد هقول لك آ هيرجعه تاني آ الأهلي مخلص الأمور دي مبدئيا يعني لو الشناوي تأكدت فترة غيابه ثلاثة أو أربعة أشهر علي لطفي هيعود للنادي الأهلي مقابل أن النادي الأهلي هيبعت لزد حمزة علاء فترة أعار يعني الأهلي هياخد علي لطفي اخد بالك علي لطفي متباع لزد فالأهلي هياخد من زد علي لطفي وكأنه أعارة وهيديهم حمزة علاء فعلي لطفي تبقى أن الأمور بالشكل المبدئي ده على وشك العودة ليه النادي الأهلي مجددا وهيكمل مع النادي الأهلي الموسم هو مصطفى شبير ده فيما يخص محمد الشناوي وإصابته مع المنتخب للأسف صدمة كبيرة بس الموجود يسد كلهم أبطال ترجمة نانسي قنقر